تقول المستمعة إذا أحرمت المرأة للعمرة ثم أتتها العادة الشهرية قبل الطواب وبقيت في مكة ثم طهرت وأرادت أن تغتسل فهل تغتسل من مكة أم تذهب لتغتسل من التنعيم؟ إذا أحرمت المرأة بالعمرة وأتها الحيط أو أحرمت بالعمرة وهي حائلة فعلا ثم طهرت فإنها تأتصل في مكان يقامتها في بيتها ثم تذهب وتطوف وتسعى وتقضي عمرتها ولا حاجة إلى أن تخرج إلى التنعيم ولا إلى الميقات لأنها قد أحرمت من الميقات لكن بعض النساء إذا مرت بالميقات وهي حائلة وهي فريد عمره لا تحرم وتدخل مكة وإذا طهرت خرجت إلى التنعيم فأحرمت منه وهذا خطأ لأن الواجب على كل من مر بالميقات وهو يريد العمره أو الحج أن يحرم منه حتى المرأة الحائلة تحرم وتبقى على إحرامها حتى تطور ويشكل على النساء في هذه المسألة أنهن يظنن أن المرأة إذا أحرمت بثوب لا تغيره وهذا خطأ لأن المرأة في الإحرام ليس لها لبات معين كالرجل الرجل لا يلبس القميس والبراني والسخفاويل والعمائي والمخفاف والمرأة يحل لها بات تلبس مشاءة من التياه فإذا أحرمت بثوب وغيرت إلى ثوب آخر فلا حرج لذلك نقول المرأة أحرمي إذا نررت بالميقات وأنت تريد العمره أو الحج وإذا طهرت تغتسري ثم اذهبي إلى الضواف السعي والتقصير